النهاردة كان يوم مهيب ومهم ويوم يدعو أيضا للفخر بل إنه تقدر توصفه بإنه النهاردة كان عندنا جلسة تاريخية في مجلس النواب والحقيقة إنه النواب المصريين كما جرت العادة فهم قد الحدث بحجم الحدث بحجم الأمر وأعتقد إن التاريخ المستقبلي البعيد هيظل يتذكر هذه الجلسة جيدا مش بس في مضابط الجلسات إلا هتبقى مؤرشفة وموجودة أيا كان شكل الأرشفة والتكنولوجيا اللي هتستخدمية سنة إحنا بمتكلم على موقف الحقيقة في منتهى الشرف والنبل والوطنية والوضوح ولما هتيجي بالمناسبة لأنه هخليك تشوف جانب من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة في مجلس النواب لكن عايزك قبل ما تركز في كلمات الدكتور مصطفى عايزك تبص على مجموعة من الزوايا زاوية مجلس النواب أي نواب الشعب أي الممثلين الشرعيين عن 105 مليون مواطن ويزيد على الأقل حتى انتهاء هذا الفصل التشريعي في بداية عام 26 يعني أنت بتتكلم تقريبا في نواب يمثلوا ما يقترب من 107 مليون مواطن بكلمك على نواب المجلس بكامله أغلبيته ومعارضته النواب كلهم وبكاملهم طب دي زاوية الزاوية الثانية أو الأخرى هي الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء يعني الممثل عن الحكومة رئيس مجلس الوزراء يمثل كل الوزراء يمثل الجهاز التنفيذي المصري ولازم كمان وانت بتبص على جلسة النهاردة تركز أنه في يوم ليس بالبعيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيتكلم مع أولف شولتس المستشار الألماني وتحدث عن رفض مصر دولة بكاملها سواء إذا كان رئاستها خارجيتها حكومتها أو شعبها لمسألة التهجير القصري للفلسطينيين وتصفية القضية والرئيس قال له لو عاوز تشوف الناس في الشارع بترفض ده هتشوف وفي نفس دات اليوم نزل الملايين للشوارع يوم بعد مئة سنة احنا بمتكلم على موقف الحقيقة في منتهى الشرف والنبل والوطنية والوضوح ولما هتيجي بالمناسبة لأنه هخليك تشوف جانب من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة في مجلس النواب لكن عايزك قبل ما تركز في كلمات الدكتور مصطفى عايزك تبص على مجموعة من الزوايا زاوية مجلس النواب اي نواب الشعب اي الممثلين الشرعيين عن 105 مليون مواطن ويزيد على الاقل حتى انتهاء هذا الفصل التشريعي في بداية عام 26 يعني انت بتتكلم تقريبا في نواب يمثلوا ما يقترب من 107 مليون مواطن بكلمك على نواب المجلس بكامله اغلبيته ومعارضته النواب كلهم وبكاملهم طب دي زاوية الزاوية الثانية او الاخرى هي الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء يعني الممثل عن الحكومة رئيس مجلس الوزراء يمثل كل الوزراء يمثل الجهاز التنفيذي المصري ولازم كمان وانت بتبص على جلسة النهاردة تركز انه في يوم ليس بالبعيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيتكلم مع اولف شولتس المستشار الالماني وتحدث عن رفض مصر دولة بكاملها سواء اذا كان رئاستها خارجيتها حكومتها او شعبها لمسألة التهجير القصري للفلسطينيين وتصفية القضية والرئيس قال له لو عاوز تشوف الناس في الشارع بترفض ده هتشوف وفي نفس دات اليوم نزل الملايين للشوارع كان يتوافد فيها المصريين على الميدين والشوارع الرئيسية الكبرى في السبعة وعشرين محافظة بيهتفوا ضد الكيان الصهيوني المحتل ويرفعون اعلام فلسطين ويهتفون لاجل الفلسطينيين وحق فلسطين في ان تكون دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ودي كده الزاوية التالتة اللي لازم او الزاوية الرابعة اللي تقدر تشوف منه يبقى النواب نفسهم كلهم دون استثناء واحد يذكر دولة رئيس الوزراء الشارع المصري كله على مرأة ومسمع من العالم وبعدين طبعا كان سابقا على الكل بمواقف شديدة الوضوح وشديدة الحسم فعلا قبل ان تكون تصريحا لفخامة رئيس الجمهورية يبقى دي الرابعة الخمسة هي الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية معالي الوزير سامح شكري خمس زوايا تشوف منها الموقف المصري بكاملة من اقصى اطرافه الى اقصى اطرافه الاخرى من اقصى اليسار لاقصى اليمين كل الاغلبية كل المعارضة الكل يقف موقفا واضحا واحدا لا يقبل اي شك او تأويل امام العالم اللي المفترض انه عارف انه ده موقف الدولة المصرية كلها قاطبة ترجمة نانسي قنقر